بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزائي وعزيزات الطالباء طلاب الصف الرابع الابتدائي فأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة لغتي الجميلة ننظر معا إلى موضوع الدرس مدخل الوحدة الثالثة آداب وواجبات أربعة إذن بإذن الله اليوم سنستكمل ماذا آخر جزئية في أنشطتنا حول مدخل وحدتنا أهداف درسنا اليوم أن يقرأ الطالب النصوص ويتعرف على معانيها أن يجيب الطالب عن الأسئلة وأن يصنف الطالب الآداب حسب مجالها الوحدة الثالثة ما هي عنوانها؟ أحسنتم آداب وواجبات دعونا نقرأ معا ما أخذناه سابقا أقامت إحدى المدارس مسابقة عدو بين تلاميذها وبعد بدء السباق بمدة يسيرة سقط أحد المتسابقين فتوقف أحمد عن السباق وانصرف لإسعاف المصاب أما البقية فمضوا في عدوهم وفي النهاية السباق شكر المسؤولون أحمد لحسن فعله وقدموا له الجائزة الأولى فهتف له الجميع مهني إذن هذه من المواقف التي حدثت أثناء السباق فقلنا ما رأيك في تصرف أحمد؟ إذن التصرف الذي قام به أحمد أحسنتم نقول تصرف يدل على خلق حسن وماذا؟ وكريم ما رأيك في موقف المسؤولين؟ أحسنتم أنهم عندما قاموا بتشجيعه وتكريمه أنهم ماذا؟ كانوا مشجعين إذن قاموا بتحفيز الموقف وتشجيعه على الأخلاق الكريمة لو كنت مكاناً مصاب فماذا ستقول لأحمد حين قدمه؟ قدم مساعدتك على إكمال السباق إذن سنقول دائماً عندما يقدم لي الشخص المعروف أقوم بشكره على مساعدته لي أضع علامة صح أمام الآداب أمام آداب اللعب التي ظهرت في الموقف السابق ما هي الآداب التي ظهرت في موقفنا؟ أحسنتم احترام قائد اللعب وقراراته التعاون المتبادل مع الأفراد المشاركين في اللعبة إذن ظهرت تعاون حينما توقف أحمد عن السباق وقام بمساعدة زميلة في حياتنا آداب جميل أن نتحلى بها وواجبات يجب الالتزام بها أتأمل الخريطة الآتية وأكتشف من خلال الأوصاف المذكورة أهم الواجبات التي ينبغي للمسلم الالتزام بها وأكتبها داخل الخريطة إذن هنا نلاحظ أن لدينا خريطة سنتعرف أو تعرفنا على أهم الواجبات هنا فلاحظوا معي عمود الدين الحد الفاصل بين الإسلام والكفر آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فرضت في السماء الركن الثاني من أركان الإسلام أول ما يحاسب عليه العبد لها مواقيت محددة فقلنا ما هو هذا الواجب من الواجبات أحسنتم ممتاز نقول الصلاة أيضا قلنا ما هو الشرط لصحة الصلاة ممتاز الوضوء شرط لصحة الصلاة لذا وجب الحرص على إتمامه والبعد عن الأخطاء التي قد تبطله أو تنقص من أجر أمثل لبعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعضنا في أثناء الوضوء فما هي الأخطاء التي ذكرناها قلنا قد يقع البعض فيها ممتاز إذن قلنا ترك التسمية عند ابتداء الوضوء والإصراف في الماء عند الوضوء إذن هذه من الأخطاء التي قد يقع الكثير فيها أثناء الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والدي قالوا وهل يشتم الرجل والدي قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أبا ويسب أمه فيسب أمه أقرأ الحديث الشريء ثم أجيب عن الأسئلة الآتية إذن دعونا نتعرف على معنى الكلمات في حديثنا إذن من المعاني الكلمات الذنوب الحظيمة ومن مرادف هذا المعنى الذي سنقوم باستخراجه العظام إذن ما معنى؟ ما هي الكلمة التي تدل على هذا المعنى؟ أحسنتم من الكبائر إذن الكبائر دلت على الذنوب الحظيمة الأب والأم الأبوان إذن أريد الكلمة التي ستكون مرادف الأبوان ومعناها الأب والأم في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أحسنتم ممتاز نقول ولديه إذن هنا رسولنا نهانا عن كبيرة أو من عظائم الذنوب ما هي؟ أحسنتم ممتاز السب أو الشتم ممتاز فقال شاش ماذا يشتم والدي؟ حتى أن الصحابة تعجبوا وقالوا وهل يشتم الرجل والدي؟ قال الرسول نعم وكيف يكون شتم الوالدين؟ أحسنتم عادنا قال رسولنا عندما يقوم الشخص بشتم ماذا؟ والد زميله أو زميلته؟ كأنما يعود ماذا هذا الشتم أو السب على والدي إذن يجب علينا الابتعاد كل البعد عن هذا الأمر إذن نبتعد عن السب على الآخرين سواء والديهم أو الأشخاص نفسهم أختاروا الإجابة الصحيحة فيما يأتي إذن نقول تكرر لفظ الرجل في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ أربع مرات؟ ثلاث مرات؟ مرتين أحسنتم تكرر ثلاث مرات ورد في الحديث لفظ هل؟ وهو حرف ماذا؟ ممتاز استفهام ورد في الحديث لفظ نعم وهو حرف ماذا؟ إنكار اعتراف جواب أحسنتم كان جواب لرسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث إذن رسولنا قال من كبائر الذنوب أن الرجل إذن نهى الرجل في الحديث عن ماذا؟ عن شتم الوائدين ولم يذكر المرأة فهل الحكم مقصور على الرجل؟ إذن هل على الرجل فقط أن يبتعد عن هذا الأمر والمرأة؟ لا بأس بذلك؟ ممتاز نقول لا إنما الحكم يشمل من؟ يشمل الرجل والمرأة استفيد من الحديث الشريف فوائد كثيرة منها إذن ماذا نستفيد من الحديث بعدما قمنا باستخراج المعاني وتعرفنا ما هو الأمر الذي نهانا رسول صلى الله عليه وسلم ويعد من كبائر ومن عضائم الذنوب فماذا نستفيد؟ ممتاز سب أي من الوالدين من ماذا؟ من كبائر الذنوب أيضا في المقابل ألحث على إكرام ماذا الوالدين وكيف أكرم والدين بالابتعاد عن ماذا عن السب والشتم حتى لو كان هذا السب موجه للآخرين فهو يعود للوالدين إثنى عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذبة إذن هنا نقول رسولنا وحديثنا يتحدث عن ماذا؟ أحسنتم يتحدث عن أننا نبتعد كل البعد عن أمر ما هو؟ أحسنتم نبتعد عن الكذب ونتقي الكذب وهو خصلة من قصة ماذا؟ النفاق وفي المقابل أحسنتم أمرنا رسولنا بماذا؟ بالصدق والالتزام دائما بماذا؟ بالصدق أتحدث أمام طلابي صفي عن الصدق وفضائله والكذب الصدقي وفضائله والكذب ومفاسده إذن أحاول أن أتحدث عن الصدق وماذا؟ وفي المقابل أتحدث عن ماذا؟ عن الكذب إذن في دقيقة واحدة أحاول ذكر الإجابة ثم سأستعرض معكم إجابتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن أن يجب أن نلتزم بالصدق ونبتعد عن الكذب فدعونا نتحدث عن الصدق وعن الكذب فقد نقول ممتاز لاحظوا معي الصدق من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الإيمان وإلى كل خير ويحمي صاحبه من النفاق وسبب دخول ماذا؟ الجنة فرسولنا رسول الله عليه وسلم قال ماذا؟ أنه ماذا؟ يهدي ماذا؟ ويدخل سبب من أسباب دخول الجنة أيضا في المقابل الكذب ماذا قد أقول عن الكذب؟ ممتاز إذن نقول الكذب يعد ماذا؟ خصلة من خصال ماذا؟ النفاق أنها من صفات المنام؟ فق أيضا وصاحبه غير موثوق عند الناس إذن أتخيل أن هناك زميل لا سمح الله يتصف بهذه الصفة الكذب هل سأقوم بتصديقه؟ حسنتم إذن ساذا الكذب يعطي انطباعا للآخرين أن الشخص ماذا غير موثوق في ماذا؟ في جميع الأمور إذن يجب علينا الالتزام بالصدق والابتعاد عن الكذب أيضا ألاحظ الأحرف الملونة في الحديث السابق ثم أرسم دائرة حول الأحرف التي ترتكز على السطر ومربعا حول الأحرف التي ينزل جزء منها تحت السطر إذن المطلوب مني الآن ماذا؟ أحسنتم ما تعلمناه في ماذا؟ في خط النسق إذن لدينا السطر سنقوم بماذا؟ ممتاز بالمطلوب أول أرسم دائرة حول الحرف التي يرتكز على السطر من الحروف التي ستكون مرتكزة أحسنتم حرف ماذا؟ حرف البا إذن قد أضع دائرة أيضا مربعا حول الأحرف التي ينزل جزء منها عن السطر مثل أي حروف أخذناها؟ أحسنتم حرف اللام إذن سأضع ماذا؟ المربع إذن حاولوا ماذا؟ استخراج الأحرف التي ستكون مرتكزة على السطر وأرسم دائرة أيضا في المقابل سنرسم مربع حول الأحرف التي سينزل جزء منها أسفل السطر إذن دقيقة واحدة ثم سأستكمل معكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إذن نبدأ أولا في رسم دائرة حول الأحرف التي ستكون مرتكزة على السطر إذن أي الأحرف؟ إذن هذه الحروف ستكون مرتكزة على السطر إذن قمنا برسم الدائرة الآن نبدأ في رسم مربع حول الحروف التي سينزل جزء منها أسفل السطر وما هي؟ ميم قاف وه وحرف ماذا؟ أرى إذن قمنا بتصنيم الأحرف ماذا إلى نوعين نوع من الأحرف سيكون مرتكز وفي النوع الآخر سيكون ماذا جزء منه أسفل السطر ننتقل معا ثلاثة عشر تمثل الرسومات الآتية مجموعة من الآداب أصنف العبارات تحتها وفقا للأدب الذي تنتمي إليه إذن الآن لدينا عدة صورة وكل صورة تعبر عن آداب فالصورة الأولى تعبر عن آداب الأكل أيضا الصورة الثانية تعبر عن آداب الزيارة والصورة الأخيرة هنا تعبر عن آداب النوم أحاول ترتيب كل أدب من هذه الأداب إلى ما يتضمنه في الأعلى إذن لدي دقيقة واحدة حتى أقوم بتصنيف الآداب ثم سأستعرض معكم الإجابات ترجمة نانسي قنقر نبدأ معا في التعرف على الآداب فنقول آداب آداب الأكل إذن ما هي الجمل التي تمثل آداب الأكل؟ عدم ذم الأكل الاعتدال في تناول الطعام عدم استخدام أعواد الأسنان على المائدة عدم تركب قايا الطعام في الطبق وعدم الاتكاء على أحد جانبين الجسم إذن هذه الجمل جميعها تمثل آداب الأكل ننتقل إلى آداب الزيارة هل الزيارة لها آداب؟ وما هي؟ حسنتم ممتاز؟ إذن نقول الحذر من إطالة المكتة إذن لا أمكن طويلاً اختيار الوقت المناسب عدم إطلاق البصر في أنحاء ماذا؟ الطريق الشكر على حسن الاستضافة إذن هنا آداب ماذا؟ الزيارة أخيراً آداب النوم ما هي آداب النوم من جملي؟ الوضوء قبله نفض الفراش قراءة آية الكرسي وآخر صورة ماذا؟ البقرة ننتقل طلابي وطالباتي أخيراً ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ حسنتم أولاً قرأنا النصوص وتعرفنا على معانيها أجبنا عن الأسئلة وأيضاً صنفنا الآداب حسب مجالها فكانت لدينا آداب للنوم آداب للأكل وآداب الزيارة إذن طلابي وطالباتي نقف أنا وأنتم عند هذه النقطة أشكركم جزيل الشكر على حسن إنصاتكم لي وألتقيكم بإذن الله في حصة مقبلة وإلى اللقاء